خليني أروح مع حضراتكم لخبر عجل زي ما احنا دايما بنقول بأنه يعني احنا متشحين بالسواد لأنها حداد ولكن في نفس الوقت غزة متشحة بالسواد ولكن الضرب والقصف موجود في غزة الحقيقة أكد المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني بفلسطين بقيام الاحتلال الإسرائيلي بمجزرة جديدة يرتكبها بحق يعني بحق يعني شديد جدا لناس كتير مئات من الناس داخل عندنا ناس كتيرة موجودة داخل كنيسة الروم الأورثودوكس بمدينة غزة وأصفر هذا عن وقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحة يعني تظل المجازر موجودة ويظل القصف موجود زي ما انتم شايفين حضراتكم مشاهد غزة ويمكن الصورة يعني بتتكلم بشكل كبير يعني مجازر الحقيقة كبيرة جدا كنيسة أورثودوكسية موجودة في غزة يتم قصفها ويتم الحقيقة يعني مجزرة جديدة من الجرحة والشهداء يعني فولا يوجد ده ولا فيه دين ولا فيه إنسانية ولا فيه ولا فيه أي شيء ممكن نتحدث عنه طيب ماذا يفعل الحقيقة الجانب الغربي الذي يتدين بنفس الدين المسيحي تجاه ما يحدث في غزة يعني إذا كنتم عندكم عنصرية مع الدين الإسلامي ما يحدث في غزة الحقيقة لا يفرق بين المسلم أو المسيحي ترجمة نانسي قنقر